السلام عليكم و مرحبا بكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير و بصحة جيدة و ان شاء الله هذا الفيديو سيلاقيكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم قد نجد معكم كيش البصر و الدجاج يعني هذا الكيش بزاف سهلة و بنينة و كما قلت لكم يأتي بزاف بنينة و يأتي مقارنة هذا الكيش يأتي بزاف بنينة ليس كما لديها الكيش و ماذا نفعل هذا الكيش و ماذا نسحق؟ نسحق نسحق نصف 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 نسحق نصف نصف و ملح مغرفة صغيرة على مغرفة صغيرة على خمير و مغرفة صغيرة على خمير الخبز و المدافع طبيعة الحل لتطمي بها العجينة هنا احبت أن أقول لكم الكيش بزافة كيلو بها الفارينة كيلو بها الزيت يعني نفس الكيش هنا كما تروني نبدأ بطريقة الامان و نبدأ على براكة الله هنا و اضع زوج كيشانتا فاينة و اضعت هنا كيش بزافة بالدوق طبعا يعني كيش بزافة هنا نضع الزيت و نضع نصف نصف و نضع نصف و نضع نصف خميرة الحلويات انا كانت عندي هادية هادة لما استعملتها يعني لم يكن خميرة طانوارة و لا تقدر تقدروا بها عادي و نضع حوالي مغرفة قهوة صغيرة أنا هادة المغرفة كانت بزافة صغيرة و نضع نصف مغرفة قهوة تخميرة الخبز كي لا تقوم بزافة معجنة يعني حبيناها تطلع ناغر شوية لا شيء حاجة كي لا تقوم بزافة و لا تقوم بزافة و لا تقوم بزافة لو كنت كم بالزافة hoy سيحدث هاده ر Learning LIKE كي لا تظهر المزال ثلاغاب اتخذ القيد لنضع اضافة جميعها لا تقوم بزافة اتخاذ لكي لا ح Belg سوف قم تحضيلها تقليلي بالبات انا نطمها كل جلالة ونبدأ الان باستخدمة المدافي لنقوم بإجراء كل جلالة سوف تنتين بإجراء جلالة كما كل فرينة كيف تشرب تمتم وكيف لا تشرب تمتم كما هذه نطموها لا نجدها بزافية نجدها قليلا وعجينة هذه سهلة وتمتم نطموها غب يديكم لا تحتاجون البيت او لا غب يديكم تعجنوها تمتم كما نشوفها في العجينة بعد ما نطمت لنسي نلمها غيرها بشوية قليلا نعجنها ليس شيء تقليل ثلاثة دقائق او اربعة دقائق او النجد نقضوا وصفات التعليقات نحن هنا لا تحتاج بها أحب بصلا مقطع غندل و هنا كانوا عندي شوية البلوند بولي قطعته الى شرائحه كصغر شوية ملح شوية فلفل كهل شوية سكن جبل الججرم و شوية راس الحانوت هنا نحط المقالة تعيد سخن فيها شوية تزيد بطبيعة الحال و نحط البصل تعيد قلالة ملحة يتبلي كامل هكذا ينخليه كامل يتبلي ملح البصل و هنا نحط البصل تعيد قطعته الى شرائح كامل البولي قطعته الى شرائح كامل البولي قطعته باللحم الفروم و الاسكالوب دونتين يكون عندك تقديده يعني ادواء كل واحده يحب يأكل هنا او تحبي الهمام بالخضاء يعني سكرف جيه و ديك قرعه زرودية كل واحد كيف يحب لعفخص ياله هنا نجوز التوابل اللي هو عبارة عن شوية راس الحانوت شوية فلفل كحل و نزيد لها شوية جنجرم اللي هو سكنجبير و نخلط ملحة كده و نخليها على نار قليلة حتى يتبلي كامل هذا كل جاجو يطيب لي هو تاني يعني مع البصل يطلق لي البنة دياله و نخليه بجه هكذا يطيب لي بعقله و هنا هدية لفخص تعيب اللي وجدنا هدو كمعابات بعد ما طابت لي هنا عندي كاسة كريمة السائلة اللي كان عندي نحن نفرغه هكذا من الفخ و نطم به كامل لفخص تعيب و تقدر انتدام عندك كريمة السائلة فقط تقدر تعوضيه بكاس حليب و تزديله زوج حبيب و تحلطي الخلطة كاملة قليلة لفخص سائلة حتى و تشرب لي كامل خالط الجاج و البصل و نخليها بجه نجوز العجينتين و نحلوها مع بعض العجينة هنا عندما أخلتها ريحت حوالي خمس دقائق و اخلتها بجهب و احبت الزوجة و نجوز العجينة بجهبت حليبا و نحن نحن قلتها و هنا قمت دقائق السمك تحت حليبا 1 سنتيمتر لكي لا تقوم بجهبت العجينة و هنا أحضر عجينة و عدت الفرن و تعيش على تغيبه يسخلي بضمن حلوث العجينة فتحظت لي و لا تقوم بجهبتك كامل وقت و هنا حكمت هذا الملتعي الذي حكمت تخدمته فيه تقدر ان تبدل الملتعي و لا يريد تعملها تنفخي ملعك أن تستخدمت أجنباء قمت برحمة المهضة يجب답 لن ت客 Anyone و لا يدينها لا تنفخ ليعمل تخمير الأخبز و لا تنفخ كامل معجنة اخذوا هذه الوصفات على عجينة وعلى بالغاية ستعجبكم كما انا عجبتني كثيرا فوليت لا نستغنش عليها ونستعملها كثيرا هذه الوصفات التي نستعملها تخرج عليها وتوجد تمتم لا تحكم لي كامل يد وهنا ما نفعله نحكمه في رشيطة صغيرة او ما يكون لديك نضيف كامل عجينة لكي لا تنفق لا تنفق في المعقول لا تنفق في الوصفات وهنا يجب ان يكون اختيار يجب ان يحب انا كان لدي خمج لدوق جودة نضيفه فوق العجينة فورمجي يمكنك استعمالها او ما تحبه او ما تحبه كامل فوق العجينة لكي نضيف هذا الفورمج يعطينا الدوق من العجينة او ما ستعجبكم او ما ستعجبكم كامل بالفورمج اختياري انا كان لدي زيتون الاسود يعني هذا هو الموجود الذي كان لدي تحبي تحبي طماطم لا تحطي لون الشباب لا تحبي لا تحبي كما قلت لكم تحبي لا تحبي انا زيتون الاسود حضرته كامل لا تحبي تحبي لا تحبي تحبي لتحبي لا تحبي لتتحمل من فوق لدينا لون الشباب مع اللاكيش و ندخلها لفونه طيب 180 درجة و نريد لكم فيما بعد وهذه اللاكيش بعدما طابت و تحملها و تشبه و تبنينه نجرب الوصفة مارا و ان شاء الله تنجحوا فيها لا يبقى علي اغياء اخبركم اذا اعجبكم فيديو و ما عليكم اشتاك بالقاننة وتفعيل الجاز بشي يوصلكم اي جديد و تجو تانيك تابوني و الان سيجا عمتاعي و ما بقى علي اغياء اقول لكم تهلا الله في الواحدكم الى اللقاء